والأصل صحة الصوم ولذلك فأخذ لقاح كورونا لا يفسد الصوم نعم هذه تسأل تقول امرأة تعاني من ترك أبنائها بعض أبنائها للصلاة وهم بالغين وأيضا ترك بعض البنات للنقاب وتعبت في توجيههم كيف يمكن أن تتعامل معهم و دعواتكم لها نسأل الله تعالى أن يثبتها و أن يحدي أبنائها و أبناء المسلمين عليها أن تستمر في نصيحة أبنائها بالصلاة و أمرهم بها و الله تعالى يقول و أمر أهلك بالصلاة و استبر عليها مثلا تحتاج إلى صبر و يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم و أهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة و هكذا أيضا أمرها لبناتها بالحجاب عليها أن تأمرهم بذلك و أن تشدد عليهم أيضا في هذا لأن بعض الأبى و الأمهات أيضا إذا أمرت مثلا ابنتها بالحجاب فلم تستجب تبدأ تضحكها و تمازحها و تتحدث معها لكن لو رأت البنت من أمها أنها عاتبة عليها و أنها في خاطرها عليها شيء فإن البنت ستستجيب لكن أنها تأمر ابنتها بالحجاب لكنها لا تستجيب البنت ثم بعد ذلك تجلس معها و في السواليف و في الأحاديث و في الضحك فإن البنت ترى أن أمها ليست جادة في هذا الأمر و لذلك نقول يعني ينبغي أن يحرص الأباء و الأمهات على رعاية أولادهم من بنين و بنات يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم و أهليكم نار لم يقول قووا أنفسكم فقط بلوا أهليكم و أهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة عليها ملائكة و غلاظ و شداد لا يصن الله ما أمره و ما يفعله ما يأمره إذا استنفد الإنسان وسعه فالهداية بيد الله عز وجل الله تعالى يقول أنك لا تهدي من أحببته ولكن الله هدي من يشعر النبي نبينا محمد عليه الصلاة و السلام حرص على هداية عمها بطالب لأنه في مقام والده و دافع عن النبي عليه الصلاة والسلام و دافع عن الإسلام و مسلمين دفعا عظيما و مع ذلك لم يرد الله هدايته إلى آخر لحظة من حياته على فراش الموت أتاه النبي عليه الصلاة والسلام و قال يا عم يا عم قل كلمة و حاج لك بها عند الله يا عم قل لا إله إلا الله أراد أن يقولها و إذا عنده جلساء السوء أبو جهل و رجل من قريش قال لها ترابع عن ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب و مات على الكفر و هذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه في النار و كذلك أيضا نوح عليه الصلاة والسلام نوح دعا ابنه إلى آخر لحظة يقول يا ابن يركب معنا وتكن مع الكافرين لكن ابنه لم يستجب له فكان مع الكافرين و أغرقه الله مع قوم نوح الذين أغرقهم فلم يستطع نوح أن يهدي ابنه كذلك أيضا إبراهيم لم يستطع أن يهدي أباه قد ذكر الله تعالى لنا في القرآن الكريم الحوار بين إبراهيم و بين أبيه و يناديه يا أبتي يا أبتي أني خاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أبتي و يناديه و حريص على هدايته لكن الله تعالى لم يرد هدايته فمات على الكفر إذا كان هؤلاء الأنبياء لم يستطيعوا هداية قاربهم فغيرهم بأولى لكن المطلوب من الإنسان أن يبذل أسباب هداية الدلالة و الإرشاد و أن يسأل الله تعالى لقريبه هداية الإلهام و التوفيق شكر الله لكم فضيلة الشيخ و شكر الله لكم و الأخوة المشاهدين و شكر الله لكم و أنتم مشاهدين الكرام